اشتركوا في القناة قررت عملها لكم النهاردة وكمان اعمل جنبها صلاتة بابا جنوك حلو جدا جاهزين؟ فرصة بقى الناس بقى اجازاته بفرصة جميلة بس كمان من ضمن المشاكل اللي كانت بتقابل ستات البيوت هي ازاي نصبع الكفتة فتطلع مسكة نفسها وما تفرولش مننا كنت عملتها السنة اللي فاتت وعايز اوريكو السنة دي كمان هنعملها ازاي ان شاء الله هي هي بنفس الطريقة الطريقة بتاع التصبيع سهلة جدا 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 على كل ست بيت سواء عندها خبرة او لسه متجاوزة جديد هنحتاج المقادير نص كيلو من اللحمة المفرومة وبحتاج بصلاية تكون مبشورة من غير مية المقادير هتنزل على الشاشة حالا كمان بحتاج معلقة من لية الخروف وبصلاية مفرومة طبعا بدون المية بتاعتها ملح وفلفل اسود وسبع بهارات وبحتاج رشة صغيرة من جسط الطيب ورقة اللورة بطحنها فكبة الخلاط بحتاج منها برضو رشة صغيرة مع معلقة من زر الورد ومعلقتين بقدونس على بصلاية طماطماية وعيش بلدي دول التقديم الله ماشي اي فالتفصيلة بسيطة جدا كل اللي احنا بنعمله ادي اللحمة حط اللحمة هنا كده ليه بقى الستات اللي هيتعلموا هيتجوزوا ليه الرجالة مايتعلموش يعني يعني ليه التمييز ده تمييز ضد الستات مهم بيعملوا لو عزاب وبيعملوا لو لو بيتعلموا وعيشين لوحدهم او لو بيحب مراتوا ويعمل لها كفتة حلوة كده ويشو هل طيب بصي انا هقول لك على حاجة يعني الكلام للكل رجالة وستات واطفال خلاص من سن سنتين لازم يدخلوا مطبخ حلوة كده حلوة كده طيب ادي اللحمة المفرومة بصلاية بنكون منزلين الماء بتاعتها كلها هنا وادي بصوا بقى التوابل شوات فلفل اسود وده ورق لورا مطحون كويس منحط منه رشة صغيرة وكمان شوية من السبع بوهرات خلاص وهو اقول لكم ايه هم السبع بوهرات النهاردة اوما رأى اللورا المطحون ده ده لورا مطحون ده موضوع كبير قوي سر مع زر الورد معلقة زر الورد ورشة يعني هو طحن الحبهان ستسعب عليها اللورا من الحبهان وحبة من الحبهان وكمان معلقة من الملح خلاص يبقى احنا التفصيلة ببساطة ان احنا عصرنا مية البصل حطناها البصلة التفل بتاعها بس مع الحبهان المطحون واللورا المطحونة وجسط الطيب وزر الورد والملح والفلفل اسود والسبع بوهرات ايه هم السبع بوهرات تعد ورايا جنزبيل وKeep on water فلفل اسود أرفة رونفل حبهان وفيه حكتين كمان احنا قلنا اروفل وقلنا ارفة تنسى جنزبيل تاني جنزبيل وإرفة وقرنفل ووسط الطيب وحبهان وفلفل اسود وورق لاورا انا بحط ورق لاورا في السبع بوهرات لان الكبابة الصيني معزم الناس اللي بيعملو بحطوا الكبابة الصيني في السبع بوهرات هي بتختفي الكبابة الصيني كباب الصيني اسمها بالإنجليزي وده اسم على مسمى يعني كل التوابل يعني هي جوكر تلعب جوكر الله ينور عليك يا إيمان هي جوكر الكباب الصيني هي جوكر حبينا نستخدم وصفة فيها قرفة بنحطها وصفة فيها جسط الطيب قرنفل بنحطها بتدينا الطبيع العام فهيبقى السبع بهرات زي ما احنا ما قلناهم حطناهم ودي تبّلنا اللحمة وتعالى وريكوا ازاي بقى بنعمل الحركة وزي بصلة كاملة ولا بصلة كاملة اقول لك على سر حلو بعمله هنا هو ده واخد المية الوحدها خصي السر ده ايه بقى هنا كده حط معلقة صغيرة معلقة صغيرة من الطحينة المعلقة الصغيرة اللي من الطحينة دي هنا وبعدين احط كمان نقطة زيت صغيرة والكفتة دي هتمسك من غير بورغل والكلام من غير اي حاجة من غير اي حاجة هي ده هي الكفتة بتاعة الحاتي الكفتة بتاعة الحاتي دي من الحاجات الحلوة جدا جدا وعايز اقول لكم ان انا من حسن حظي في وقت من الاوقات يعني ان انا جربت الكفتة بتاعة الحاتي دي بتورق كتير جدا واكلتها في اماكن كتير جدا الطعم وعمره ما يطلع معاك حلو والتماسك عمره ما يطلع معاك حلو الا بحاجتين تلاتة اول حاجة هي نسبة الدهون ونسبة اللحمة. ما ينفعش ان هي تبقى لحمة حمراء بشكل كامل. لازم يبقى فيها نسبة دهون على الاقل لعشرين في المية. حلو فيه ناس ما بتحبش طعم الليه. ممكن نستغنى عن الليه تماما. اهم حاجة اهم حاجة في الموضوع ان احنا نكون حاطين زر الورد مع السبع بغارات تكونوا طازة مع لمسة من الحبان ولمسة من ورق اللون. بص انا عندي واحدة غريبتي بتجيب الحاجة وتحطها في الكابة بتاعت التوابل ساعة الاستخدام. اللي هي اللورة والحبهان والموضوع. برافو جدا. برافو جدا. بصوا بقى احنا بنعمل كور كده ايمان. بصوا بقى الفارما نفسها بتاعت اللحمة زكاة وش واحد او وشين بتفرق كثير. تفرق كثير طبعا. لو نعمة ممكن تفك طبعا. لو نعمة ممكن تفك. انا بس نصيحتي لكل ست بيت في حاجة اسمها فارما ونص. لو الوش خشل. بنفروم فارما وناخد نص الكمية نفرومها ونخلطها عن نص الكشن. يبقى نص نعم ونص. بس السؤال نفسه عبكاري فارما ولا فارمتين. ايوة والاجابة عبكارية اكتر. ولا او زكي نفسي انت ماشا الله عليه. طيب بصوا بقى اللعبة الحلوة اللي انا بحبها جدا. وعايز احب ان كل ست بيت تعميلها يكون عندكم حط البلاستيك تقيلة بالشكل ده. او كيس مسلا يكون تقيل. وتحطوا الكورة كده في النص. وتقفلوا الكيس البلاستيك بالشكل ده. وتيجوا بحرف السكينة قادي الكيس اهو تمسكوا اللي تحت كده باديكوا وتسيبوا اللي فوق وتضغطوا تضغطوا تضغطوا لحد ما صباع الكفتة. فجأة يتبلور معنا بهذا الشكل. اه. مش لازم تبقى بستيكس بقى ومتدخرم من. لو عايزة استيكس. دلوقتي نقدر نحط استيكس. احنا في الاخر كبسنا كطعة الكفتة. فطلعت معنا بالشكل اللي انتم شايفينه ده مش مفرغة. خلاص? حلو جد. مش مفرغة. عشان ما تفكش من بعدها. نعمل واحدة تاني اهي. ادي الكورة بتاعتنا. نحط الكورة هنا. ونقفل كده. ونيجي بصوا ازاي بحرف السكينة من تحت ضغطين. وصيبين الحرف اللي فوق بتاع الكيس. ونضغط تحت هنا. ايوه بالزبط كده. اللي هو المشمع. عارفة. كده 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 كده. طول ما نضغط كل ما احنا ما نضغط. فاحنا اتحكمنا في طول صباع الكفتة. والضغط بتاعته طالما انا بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه هنا. حالو. بس كده هتستوي من جوة كويس. حواريكي. حواريكي. التفصيلة الحلوة. نعمل كمان كورة. ما هي الفكرة بقى ايمان في ايه. طريقة التسوية. طريقة التسوية. هل نقدر نشويها على الفحم. نقدر نشويها على الفحم. ولكن. ليه عندكو طراب. لو هتشوق الكفتة دي على الفحم. احب ان انتو تدخلوها التلاجة. شمع. اه. تسقع بشكل جامل. كامل. وفي الاخر هي كل الدهون اللي فيها هي اللي هتمسكها. فلما تتخذ مرة واحدة وتنزل على نار عالية. فحم عالي. هتتصدم. هتتصدم. فتقفل كل المسام اللي فوق. فعمرها متفك مننا. وتتبهدل مننا. حلو. ففكرة تتشمع دي هي بالبلد تتشمع. والنار في اول الشاوي ولا في اخره بقى? القوة في الاول. اه. القوة في الاول. اتشمعت معاكي. والدخان ابتدى يملى البيت. فاتحي الشبابيك. فاتحي الشبابيك. فاتحي الشبابيك شغالي الشمفطات. عشان الدهون كلها هتنزل في الصيونية. بوصوا بناخذ الكوفة. عايزة وريكم شكلها في الفرن يسيدي. يا سيدي المحمود. يوسيدي عالى شكل الكوفة. اذا انت مؤلاء عليه الفرن دي من تحت ومن من Version الفوق. أهو رحيت انا من شكل. من تحت ولا من فوق. من تحت? الكفتة حاجة بقى يعني مش قادر اوصف لك. انا شفتك قبل الفقرة وانت بتسقسقها بحاجة كده. بسقسقها هي ميتها بتاديت تنزل. اه. فحوشت المية بتاعتها. ايوة. وبعدين اه. بسقها منها تاني. سقيتها منها تاني. فهي في الاخر خالص. بصي بقى بصي 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 اللي انت بتتكلمي عليها. وهي نازلة هنا في نازلة هنا كده في المعلقة. فيناك محضر ايش بلدي بقى. انا محضر ايش بلدي محضر جو جامد قوي 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 صباع الكفتة شكله يفتح النفس وماسك نفسه وريحته حلوة وسلام لو طفناه بفحماية. يعني حطينا فحماية مولعة في نص طبق وحطينا نقطة زيت. وغطينا شكل الكفتة بتبقى ممتعة. ممتعة. قبل ما تقدمها لنا بقى اسمحنا شوية بصل. ونشوف موضوع العيش البلدي. ومحضر لك بصل. وبقدونس. وبقدونس. وطماطم. نطلع فصل ونفجأ تاني ما نشوف محمول ساعة. ورجعنا تاني بس عايز اقول لكم انا ندقتش حتة من الكفتة كده. مفيش اروع من كده. تسلم ايدك. بالهنا والشفة. يعني انا بس عايز اقول لكم. بس ياخد التست بس كده. ياخد الطعم. لا وتاكلي كمان. وتاكلي وتطبسته كده. يعني انا عايز اقول لكم ان احنا بنعمل جو حلو جدا في المطبخ مع ريحة الاكل الجميلة. تدبيلت الكفتة افكركم بيها. ملح. فلفل اسود. رشة من الحبهان المطحون. ورشة من ورق اللورة المطحون. ومعلقة صغيرة من زر الورد. ومعلقة كبيرة من السبع بوهرات. طبعا مع الملح والفلفل. ومعلقة صغيرة من الطحينة. ونعجن الكلام ده. ونصبع الكفتة زي ما وردتكم. وبعدين تدخل الفرن تتشوي. وبعدين هنا كده شوية البصل الحلوين دول. بحط عليهم سنة من زر الورد. مع لمسة سبع بوهرات. مع سنة فلفل اسود. وشوية من اللورة. وحبة من البقدونس كده. ودعك الكلام الحلوي ده د دعكة حلوة كده. وبعد ما يدي أكل دعكة الحلوة دي نحط عليهم شوية من البقدونس تاني على حبة من الطماطم الشرايح. دول بقى أنا عندي أهم من اللحمة لابسها. الايه؟ شوية الخلطة الحلوة دي. بصي بقى الجمال. الحلاوة والجمال. الطبق ده فعلا بصوا بقى جيب رغيفين العيش. الحلوين بتوعنا. شوية التحيلة بقى كده. ايه ده هيبقى رغيف بحلو ولا هتقسم ولا ايه؟ اهو انا هسيب بس رغيف هنا وحط التلت رغيفة دول واجه في النص كده. وهمحطت شوية من الخلطة الجميلة. لا تقلقوش لا تقلقوش. لسه عمل حسابكو في عيش تاني لا تقلقوش. خلاص كده. بس التوابل والحبهان المطحون واللاوروم دين تعم. عملين جو جامد جدا 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 جدا. رقم واحد هيكل. دي تورتة كفتة. محمد سامي طبعا جميع محمد سامي ليه النصيب الأكبر. بصوا بقى الحلاوة. فعلا زي ما امان ما قالت. ومحمد اماري فعلا ليه النصيب الأكبر النهاردة. الكفتة طبق الكفتة بالشكل الحلو ده. بس انا بحط في النص كده شوية من الخلطة. كده يا سلام يا سلام على حبة من الخيار المخلل محتوتين كده. سمعتك يا عشري. كدشا عايزة شوية طحينة كده جنبها. عايزة بقى شوية طحينة او بابا غنوجة. طحينة او ايه او بابا غنوجة. هاخد الطبق الحلو ده. وحطه هنا كده. ماشي انا موافق. لو هتسميني الشيف معمود الحاتي انا موافق. مدام الطبقة هيطلع معانا بالشكل الحلو اللي انتو شايفينه ده. مع التقديم الحلو اللي احنا شايفينه. والعيش البلدي سر من الاسرار. بصوا رغيف العيش. يتحط كده حبة من الخلطة الحلوة دي. البقدونس والحركات والكلام الحلو ده. وحبة الكفتة. فيه ناس بتفتحه كده في بعض الاماكن. يفتحوا رغيف ويتنون. اه والتانية. والتانية. انا بعمل كده. وهنا الخلطة اللي بازلتفررين. يا سلام لهم بترميش حاجة. ومين بقى ياخد القطمة الحلوة دي. الخيرات. يعني موضوع كبير او شوية سقسقة تاني. اهو كده. حبة سقسقة حلوة. والشكل زي ما احنا شايفين الكفتة مع خلطة البصل مع الحركات. انا هخلي الطبق ده هنا. وراه اعمال لكم بابا غانوك. يلا بينا. اهو. نروح نعمل بابا غانوك بتاعنا بابا غانوك. عشان نعمل شوية بابا غانوك حلوين. احنا بنشوي البتنجان. بنشوي البتنجان. مهم اوي ان احنا نشويه. يا على النار يا في الفورن. بس الاهم بعد ما يطلع. لازم البتنجان يكون اسود. اه مش ابيض اه. اللي هو رومي. البتنجان هو الرومي. خلاص. البتنجان الرومي هي البتنجان السوداء. هو بيكمل القيمة الغذائية اللي. وممكن يبقى البتنجان اسودة على موف. اه. نعرف منين بقى البتنجان. البتنجان كويسة. بتضغطي عليها. ما تكونش مبزرة. بتضغطي عليها هي. لو حسيت ان هي صفت شوية. اه. من الكعب من ورا كده من تحت خالص. ايوة. لقيتها نشفة. اعرف ان دي ممكن تبقى مبزرة. لقيتها طرية معاك صفت كده زي. هتلاقي الموضوع معاك طريق. ايوة. بطيخة شبه البطيخة كده. العروس ده بتاع المحشي. انا هديك دقس محمد السامن في الموضوع ده. العروس اللي هو الغنان خالص اللي بيتخلل. اما. التاني رومي. هو الكبير هو ده اللي بتشغل. هو ده اللي بتعمل منه. احلى شوية بابا غنوك. انا عايزة وريكوا ان انا بعد ما شويت البتنجان. اللي نزل شوية المية. دول شوية المية دول ممررين. انا هحب ان احنا نصفي. لان دول بيدوا مرارة مش حلوة. مهما ان كان انتي سويت البتنجان في الفورن. او سويت البتنجان على النار. زي ما احنا شايفين صفينا البتنجان بعد ما اتشاوى. وحطناه جوه المصفى واستنينا انه ينزل كل المية بتاعها. طيب البتنجان واحنا حطينه في الفورن عشان يتشاوى. خرميه. اه نغزيه كم نغزة كده. واندينه نقطة زيت عشان هو كده كده هيستوي من غير زيت. ادهني البتنجان بزيت. وشغلي الشواية من فوق. ولو انت عندك صبر ومستغنية على ان الريحة تملى الدنيا. دخان اشوى على البتجاز. وده احلى بكتير. المقادير انا البتنجان زي ما قلنا. محتاجين بتنجان رومي وطوم وفلفل حار وكمون وطحينة وشطة وملح وعصير لمون. اشوى تخلى ابيض وفلفل احمر مفروم. طيب احنا قادي البتنجان اهو. ونحط عليه. بحييك الفلفل الاحمر المفروم ده بيدي طعم جميل. ايوه جدا جدا جدا. نص كباية من الصحينة. وادي الفلفل الاحمر المفروم. نحط معلقة كبيرة. وعصير اللمون. الله. كده حالي ربع كبات عصير اللمون. وشوية من الملح. وكمان لمسة صغيرة جدا من الشطة. وخلوا بالكم ان الفلفل الاحمر المفروم ده ممكن يبقى رومي وممكن يبقى حار. فلو حار مش هنحط شطة. اتفقنا. ومعلقة كبيرة من الكمون. الخيرات اللي في البتنجان واللمون وكده دي وجبة نبدأ بيها. نعم يجيلك اكل زي ده. نبدأ بالسلطة الحلوة دي. لا انا السلطة دي مش هبدأ بيها. انا هجيب رياسها برغيف ليش بلدي. وماخد معلقة كبيرة ضربها في الرغيف واسباع الكفتة وهعيش. كله على بعضه. كله على بعضه. بعد ما عملنا كده المكونات اللي هفكركم بيها هي الفلفل الاحمر المطحون. مع معلقة كبيرة ومعلقة كمون ورشة الملح ورشة الشطة وعصير الليمون. بحط كمان معلقتين تلاتة من الخلق. وابدأ اقلب تقليب كده بالمعلقة وممكن بالمضرب. بس خلينا نقلب بالمعلقة الاول ونشوف الكسافة بتاعة الطحينة واللون. هل هي محتاجة شوية الطحينة تاني؟ محتاجة شوية الطحينة تاني. ناخد بقية الطحينة كده. اهو. يا سلام يا سلام يا سلام على شوية الطحينة الحلوين دول. ونحط نقطة خل ابيض صغيرة كمان. ورشة ملح. رشة الملح بقى دي. الله. مع الخل مع شوية الطحينة. مع اللمون. مع اللمون. انا بحب احط ايه بقى في السلطة دي. حاكتين. لو عندهم شوية انا اخدر. افروموا شوية انا اخدر ورموهم هنا. او شوية كمان من البقدونس كده. الله. اه. ولو مخصول حلو كده. والبقدونس رحته جميلة. واخدر وسائع كده. خارج من التلاجة. يعني انا رايح مع الكرنت اللي افوق. وانا اتباع مع كلامه. عايز احط فيها حاجة كمان. ايه كمان. بصلايا مفروم. ممكن. بس انصحك مصير حاجة. قبل ما تحطي البصلية المفرومة. شويها في الفرن. اه انا بتنجان مع البصل. وبفرومهم سواء. يا سلام يا سلام. وفي طوم طبعا انت حاط الطوم. وحاط الطوم. هقولك المقدير تاني. يبقى الطحينة والفلفل الحامي. مع الطوم والبقدونس. وعصير اللمون. وشوية من الخل الابيض. وملح وكمون. وشطة. كويس. نعمل كده. اهو. كما احنا شايفين كده. الكمال والحلاوة دي. وبصوا بقى الحركة اللي انا بحب اعملها دي. ان انا بحب احط شوية. من الطماطم هنا. الله. يعني او لو في رمانيا ريت. بس اللون الاحمر ده. الرمانيا. بيخلي الموضوع جميل. ابتدى يظهر ان شفته في السوق. والله. انه بتجيب لنا معك اتنين كيلو. اجيب والله من هنا. ونعمل بقى حركات حلوة. وناخد شوية كمان من البصع اللي هنا كده. ويا سلام مع شوية بقدونس كمان. يبقى احلى طبق. النهاردة ما ينفعش. احلى طبق من الاطباق بتاعتنا طبق البابا غنوغ مع طبق الكفتة. بتاعة الحاتي. الحلوة. وزي ما احنا ما كنا في المطبخ الشرقي النهاردة كفتة الحاتي والبابا غنوغ بكرة وغدين مكس. مطبخ امريكاني على مطبخ فرنسي. وحكتين احلى من بعد. انت محضر بقى البودرة. محضر. اقول. اعمل شربة حلوة من المطبخ الفرنسيوي. وعمل طبق حلو سريع. ينفع في المصايف وينفع في المدرسة وينفع في اللي عامل نظام غزائي. وينفع في ساندوتشات. ده طبق امريكي. خلاص. ان شاء الله. تسلم ايدك. شكرا. ونشوفك على خير بقى. وان شاء الله سيتات اي ايمان. عرفوه شكدة. اهي. اول كتبة خير. اول كتبة. السلام عليكم. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة